السلام عليكم ورحمة الله حبيبي الحلوين كي جي وانا عاملين ايه؟ اخدنا مع بعض المرة اللي فاتت حرف الخاء النهاردة باذن الله هناخده حرف جديد اسمه حرف الصاد طبعا احنا عايزين نخلصوا الحروف كلها وناخدوها عشان نبقوا شطرين وندخلوا كي جي وان كي جيتو ان شاء الله عارفين كل الحروف بتاعتنا تعالوا مع بعض الاول نحكي قصة عن حرف الصاد فيها كلمات كتير بحرف الصاد نركز كده عشان نعرف نطلعها كان فيه بنوتة جميلة اسمها صفاء صفاء طلبت من مامتها ايه؟ صندوق مامتها قالت لها ليه الصفاء عايزة صندوق قالت لها يا ماما علشان قردت بغرفتي وتبقى جميلة وهحط فيه الصفارة الصفراء ولعبة الصنارة ولعبة الصاروخ ولعب كتيرا مامتها قالت لها شكرتها وقالت لها شكرا يا صفاء عشان انتي بتحبي النظام وحتنظمي غرفتك عايزين كلنا كده نبقى زي صفاء ونلتب غرفتنا على طول تعالوا مع بعض نشوف الكلمات اللي علينا في البوكلت على حرف صندوق صو صندوق صو صورة صورة جميلة زي اللي بنتصورها مع ماما وبابا ص صاروخ 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 ده يا كيجي اللي بيطلع الفضاء أسرع وسيلة موصلة الصاروخ بعدها صقر طب مين بقى اعرف ايه الصقر ده الصقر ده طائر بس طائر طبعا بيتميز انه هو نظر وحد جدا وقوي من الطيور الجارحة وسريع بعد كده صنية صنية اللي بنحط فيها الاكل والكبيات صي صنية صي صنارة اللي بنصطد بيها السمكة مين بيحب يأكل السمكة صي صنارة الصي صي صطد بيها وفي حاجة كمان بحرف الصد عايز اقولها لكم اكيد كلنا عارفينها وبنستخدمها عارفين؟ ها حد يفكر كده ويقول صابونا صابونا اللي كلنا بنغسل بيها ادينا عشان نحافظ على نفسنا من الامراض والحاجات الوحشة بعد كده هنكتب مع بعض حرف الصد وكمان حركات حرف الصد تعالوا نشوفوا ايه هي حركات حرف الصد الكلمات اللي عليها اول حركة هنبتدي بيها الصد الساكنة صد ساكنة قلنا ان صوت الحرف الساكن من ايه لازم ننطقه مع الحرف اللي قابله ماينفعش نقوله لوحده ابدا صد ساكنة ايه؟ قصر نطقنا قابليها حرف قصر قصر صد ساكنة قصر بعدها يلا نفتح بقنا صا الصد اللي عليها فتح ايه؟ صا صقر طب صو اللي منضمه بقنا صو صندوق ونحفظ فيه اي حاجة صو صندوق طب يلا نكسر بقى الكسرة ها؟ صي صنارة يبقى صد ساكنة قصر صد فتحة الفتحة الشرطة اللي فوق راس الحرف الجميلة دي صا صقر طب ضم اللي شبه الواو الصغنونة صو صندوق طب كسرة الشرطة اللي تحت صغنونة برضو صي صي صنارة تعالوا بقى نلعبوا مع الحروف وحركتها يلا بينا اول حاجة دي صورة ايه؟ صورة صقر يا طرى صقر صا صقر ولا صو صقر ولا صي صقر اه مفكر مع بعض اكيد صا صقر ايه بقى نختاره الصا بعدها صندوق صو صندوق بصوا ضمينا بقى انا زي صو صندوق يبقى هنختاره الصو حرف اللي عليه ضم عشان ضمينا بقى انا صي صنارة هنختاره ايه؟ هنختاره اللي تحت ايه كسرة تعالوا مع بعض نلعبوا اللعبة تانية بالحركات حركات هنا عندنا وهنا الصور تعالوا بقى نوصلوا ونشوفوا صا صا ايه يا طرى صا من هنا؟ صا صنارة ولا صقر ولا صندوق؟ صا صقر طيب صو صو صندوق طيب صي ما فضلش غيرها صي صنارة شطرين تعالوا بقى مع بعض نتعرف على اشكال حرف الصاد ونكتبها مع بعض كده في البوكلت يلا حرف الصاد ونبتدي كده من نقف على السطر ونعمل نص دايرة بعدين نمشي على السطر نعمل لها السنة بتاعتها دي اللي في اول الكلام في اول الكلام الصاد اللي في اول الكلام علشان هتمد ايديها على السطر علشان تمسك في الحرف اللي بعديها طيب اللي في اخر الكلام اللي في اخر الكلام بقى ايه مره راحة كده ومش هتمد ايديها ولا حاجة وهن ايه هننزل البطن بتاعتها عادي خالص برضو هنقف هنا ونعمل النص دايرة ونمشي على السطر ونطلع نطلع لفق سنة صغيرة بعدين نلف نعمل بطنها ايه دي الصاد اللي في ايه في اخر الكلام طيب انا بقى عايزة اطلب منكو طلب يا كيشي احنا كلنا بعد ما نشوفوا الفيديو نفتح البوكلت بتاعتنا ونكتب حرف الصاد ونحل التدريب بتاع حرف الصاد ونشوف حركات حرف الصاد طب مش معانا بوكلت نفتح النوت بوك بتاعتنا ايه كراسة ونذاكر مع بعض ونكتب حرف الصاد باي باي